عسلام ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية قناة الحياة لفيك كيف تعودوا في كل يوم معنا أخبار وأحداث جديدة من تنوعة بموضوع اليوم باش نحكيه على تسريحات هشي من المشيشي وبعد تقديمهم لحظر التجول برشا شتاكيو برشا عسيا المدني داخل رئيس الجمهورية قيس سعيد وقال لازم تنقحولهم في القرارات هذه لأنها غير عادلة اليوم يصرح المشيشي ويقول سيقع تعديل توقيت حظر التجول بطلب من قيس سعيد حيث أكد رئيس الحكومة هشي من المشيشي اليوم لدى زيارته لجيبس أنه بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد سيقع تعديل لتوقيت حظر التجول الذي تم أقراره مؤخرا وكما تعرفوا أنه قرره السبعة مع تماشقان فتر بالضبط ما عاد يخرج حد وكأن رئيس الجمهورية قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة هشي من المشيشي مراجع توقيت حظر الجولين وذلك خلال لقائهما في روضة الشهداء اليوم الجمعة بمناسبة أحياء ذكرى 9 أبريل وقال سعيد للمشيشي أنه من المفترض مراجعة هذا الإجراء وتطويره بناء على تطوير الأوضاع داعيا إلى مراعاة الجانب الاقتصادي لكل فرد ويذكروا أن تقديم حظر الجوالين إلى الساعة السابعة مساء ثارسي العديد من القطاعات لغير المقاهي والملابس والمطاعم وغيرها من القطاعات الاقتصادية قالوا معناش بيش نيكلوها كامعاتش بيش نيخدمو جملة في شهر رمضان معناش بيش نقضوا بطالة معناش حتى بيش نوكلوا صغيراتنا ربي قدر الخير وما تنسيوش لايك واشتراك وتفعل الجرس وطاوة مبقى ليونقلكم كان إلى اللقاء